وبحضور صاحب السمو والشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله وفقامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة أعلنت شركة نيو العالمية المتخصصة في قطاع المركبات الكهربائية الذكية إطلاقها شركة نيو الشرق الأوسط بالتعاون مع شركها الاستراتيجي في أبوظبي شركة سايفن القابضة المتخصصة في تنمية الأصول الاستثمارية في مجال تصنيع المركبات الكهربائية واطلع سموه والرئيس المصري خلال مراسم الإعلان على نماذج من السيارات المعروضة والتكنولوجيا المستخدمة فيها إلى جانب رؤية المشروع وأهميته في الإسهام بتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة وستعمل نيو الشرق الأوسط من خلال الاستفادة من الاستثمارات الاستراتيجية لشركة سايفن القابضة على طرح نماذج مركبات نيو إضافة إلى مركبات العلامات التجارية التابعة لها في سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما يعزز حضورها ويوسع اندماجها في منظومة المركبات الكهربائية الذكية العالمية